ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من شرم الشيخ كريم بيبرس مراسل التليفزيون المصري كريم بداية طلعنا على أبرز الفعاليات التحضيرية لأعمال منتدى شباب العالم نعم بالفعل كما ذكرتم اليوم هو اليوم الأول في الورش التحضيرية قبل الورش الأساسية في منتدى شباب العالم في نسختها الرابعة والتي ستبدأ هذه الورش في الثامن من يناير الورش التحضيرية أما الورش الأساسية ستبدأ في العاشر من يناير بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي كما ذكرتم بالفعل هي نقاط هامة كانت على طاولة الاجتماعات وطاولة ورش العمل اليوم منها بالطبع ما بعد جائحة كورونا والتحول الرقمي وكيفية التعامل مع التحول الرقمي وأيضا بالطبع التنمية المستدامة وجزء كبير ومهم جدا من التنمية المستدامة هو الأمن المائي والحفاظ على الأمن المائي وأيضا كان هناك استعراض للتنمية المستدامة خصوصا في ذل استراتيجية مصر 2030 واستراتيجية القرى الإفريقية 2063 بالطبع هي مبادرة حياة كريمة للتنمية الاجتماعية وعندما تحدثت مع بعض الوفود الأجنمية الذين شاركوا ربما في هذه الورشة الخاصة بحياة كريمة أشادوا بما رأوه من تطورات في هذه المبادرة وما أنجزته على أرض الواقع مما يساعد ومن وجهة نظرهم أو حسب تعبيرهم أنه نقطة هامة جدا في تطوير الحياة المجتمعية والاجتماعية للشعب المصري وهي تجربة مهمة جدا ومفيدة ومن المهم تبادل هذه التجارب بين الشباب بشكل عام خصوصا بحضور بالطبع أكثر من 160 دولة وفود من 160 دولة ووجود الشباب وعرض الأفكار والإبداعات المختلفة بالطبع كان هناك أيضا مشاركات من الشباب في هذه الورش وربما تأخذ هذه المشاورات في بعض الأحيان والأراء الخاصة بشبكة توصيات لاستخدامها فيما بعد لحل بعض المشاكل ربما من الموارد أن تواجه المجتمعات العالمية بشكل عام كانت بالطبع عدة ورش كما ذكرتم حياة كريمة الجيل زاد التحول الرقمي ما بعد جائحة كورونا وأيضا كان هناك ربما بداية لنموذج المحكاة للأمم المتحدة ولمجلس حقوق الإنسان وهي أيضا فرصة هامة جدا حيث يتعود فيها الشباب والوفود الصغيرة للتعامل وأيضا التواصل مع كبار القادة وسناع القرار والمفكرين وبما يؤكد بالطبع على أهمية سد الفجوة بين الأجيال للوصول لمستقبل بالطبع أفضل وحاضر أفضل أكيد سنتابع بالطبع غدا باقي الورش التحضيرية في مركز المؤتمرات بشرم الشيخ ويليه بعد ذلك بالطبع الورش الأساسية التي سنتبعها على مدار الأيام القادمة نعم أشكرك شكرا جزيلا من شرم الشيخ كنت معنا كريم بيبرس مراسل التليفزيون المصرية